كل الحرمان مر بس لازم نحمد ربنا الرزق واحد ومحدش رزق بيزيد ولا بينقص عن حد ازاي بقى وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ربنا علينا كتير وكلها رزاة متقسمة بعدل وحكم بص النفسك ورجع حزبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل واخد حقك بالكامل ايه لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 ارات هتلاقي كل انسان واخد اللي 24 ارات بتوعه كاملين بس واخدهم مشكلين مشكلين ازاي تلاقي اللي واخد 10 قراريت مال على 7 صحة زائد زوجة صلحة على 2 علم و4 راحت بات يبقوا كام يبقوا 24 وتلاقي واحد غير واخدهم 15 بنون و2 مال و1 صحة ليه ربنا موزعش نعم وكلها على الناس كلهم مال واحد صحة ليه ربنا موزعش نعم وكلها على الناس كلهم عشان ميبقاش فيه حد محروب من نعمة بيتمتع بيها حد غيره لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض حكمته كده يا اخي يعني ما ساعش اسعع فليس للإنسان إلا ما سعى لكن اسعى بعد برحمة ترجمة نانسي قنقر